السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم العافية ان شاء الله نبدأ معكم كمان الان حل كوز 5 للفصل 7 او الشابتر 7 نبدأ نحلل السؤال الاول اللي هو سؤال بسيط Among the falling atoms The Atom with the smallest radius هذا السؤال منفرض انه نروح نرجع فيه للجدول الدوري اذا بتتكلم لما حكينا انه لما نمشي في الجروب بهذا الاتجاه فانه radius بقل بينما العكس radius بزيد radius هنا بزيد بينما radius بهذه الوضعية بقل خلينا الان نشوف ايش اللي موجود عنا موجود عنا الفلور موجود عنا الكاربون موجود عنا النايتروجين موجود عنا الاكسوجين يعني جيد في هذا السؤال انه كلهم جايين على نفس المستوى نفس البيريد اللي هي بيريد اثنين فالآن لو جينا ومشينا حسب السابق بكل بساطة بيبين واضح بكل اريحية انه الفلور هو اللي هو اقل اكبرهم رح يكون اللي هو الكاربون بالنسبة للسؤال الثاني which of the following elements has the greatest electron affinity يعني largest value احنا اذا بتذكروا اخدنا انه اللي هو الالكترون affinity بتزيد من اسفل اللي هو البيريد اللي اعلى وبزيد بهذا الاتجاه يعني بتزيد بهاي الوضعية الآن لو جينا اطلعنا على اللي موجود امامنا موجود عندنا السيليكون موجود الاليمينيوم موجود الفوسفوروس وموجود السالفر وموجود الماغنيسيوم ميزتم كلهم على نفس المستوى فاحنا بناء على اللي هو السياق اللي حكينا انه كل ما اتجانا باتجاه اللي هو الغروب زيادة الغروب فبيزيد اللي هو بزيد الالكترون affinity فبيطلع عنا السالفر هو اعلىهم في هذا السؤال السؤال الثالث بحكي arrange the following ions in order of increasing ionic radius عنا البوتاسيوم وعننا اللي هو البوتاسيوم وعننا الفوسفيت وعننا السالفر وعننا اللي هو الكلور احنا بنعرف انه عادة بالنسبة للكاتايونز عادة بتكون ال radius اقل لانه بيكون فقد الكترون فلاجينا اطلعنا فالبوتاسيوم هو اقلهم بالنسبة لل radius لانه فقد الكترون بينما الانيونز بتكون اكتسبة الكترون فالأوربيتلز بزيد السايد الأوربيتل بزيد السايد وبناء عليه فاحنا عنا السايدز بيكون بهذا الاتجاه حسب عدد الالكترونات فعندي الكلور عنده وان الكترون فبيجي اول شيء بعدين بيجي اللي هو السالفر بعدين بيجي اللي هو الفوسفيت فهو لو جينا في سياقها ممكن انقيسها على اساس الـ شارج فالبوزيتف بعدين نيجاتف وان بعدين نيجاتف تو بعدين نيجاتف ثري فبناء على هذا بيكون عنا اللي هو الاجابة السي هي الاجابة الصحيح السؤال هذا بحكي اللي هو هاو ماني انبيرد الكترونز داز اغراند ستايت بروم تارتيفايف اتم احنا معطيك اللي هو عدد درات او عدد اللي هو البروتونات الموجودة في البروم اللي هي تارتيفايف ممكن انت ضيع وقتك وتوزحهم الكتروني بالأوربيتل حتى توصل للبروم بس بكل بساطة احنا حكينا الجروب اللي هي وان الجروب تو الجروب ثري الجروب فور فايف سيكس سبن فهي جروب رقم سبعة فمعناته في سبعة الكترونز في الفيلنس الكترون بعد اللي هو اللي هو عندي هنا البروم بيجي الارغون فالارغون الارغون عندي هنا اللي هو طمنطعش فطمنطعشر الكترون بعدين انتبهوا انه البي اوربيتلز بيجي في الدي اوربيتل في دي اوربيتل بس احنا بالنسبة للفيلنس الكترون بيكون عندي اللي هو المدار الاخير اللي هو في الاس والبي الاس والبي بناء على انه جاي جروب سبن وحكينا العدد الالكترونات في اللي هو الفيلنس الكترون سبعة فبدي يأخذ اتنين الاس وبدي يأخذ خمسة البي لو جينا وزعنا الالكترونات الخمسة في البي على الثلاثة بوسيبول اللي هو سب أوربطال فبطلع عندي ثلاثة بهذا الشكل وعندي بطلع لين بهذا الشكل فعندي واحد انبار الالكترو السؤال هذا كمان بيسأل which of the following combinations of quantum numbers اللي هو principal quantum number و sub quantum number وال ML quantum number والMS quantum number would not be possible for electronic بالنسبة للMS احنا عارفين الMS بسيطة بتاخد نص وبتاخد اللي هو minus نص فالآن نيجي منتطلع هنا كلهم نص نص minus نص minus نص فالآن هادي ما شهر الآن نيجي منتطلع على principal quantum number 3 و 3 و 2 و 4 هادي ممكن تاخد من 1 الى infinity فما في مشكلة الآن نيجي منتطلع هنا عندي 2 هادي صح هنا عندي 2 2 اللي هي principal orbital فبتاخد عندي الصفر وبتاخد الواحد بتاخد الاس وبتاخد البي فعندي هادي واحد زيرو فهي صح عندي الاربعة بتاخد الزيرو واحد اتنين ثلاثة بتاخد الاس بتاخد البي وبتاخد الدي وبتاخد الاف فعندي صح فهذا صح الآن بالنسبة الاجابة بي عندي اتنين لو جينا اتطلعنا على اتنين اللي هي مفروض اتنين اللي هي الدي 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 بتاخد اللي هو زيرو مانس تو مانس ون بلس ون بلس تو فبتاخد هاي القيم الدي اربطل فانا لو جي اتطلعت هنا على الاتنين ما اخد هنا اللي هو مانس ثري مش ممكن فعندي هذي مباشرة بعرف انها غير ممكنة بالنسبة للتانية اللي هي زيرو اللي هي العس بتاخد زيرو وعندي بالنسبة للتانية اتنين ماينس بتاخد اللي هي الدي اربط بتاخد ماينس تو بتاخد تو فهالي صح هالي صح معنات testament الاجابة اللي هي بي بالنسبة لهذا السؤال بس الجراهم الي GDP اللي في 24 إلكترون كم أنبيرد إلكترون موجود فيه وهل هم بارا ماغنيتك ولا داي ماغنيتك فالآن وجينا اطلعنا بالنسبة بالنسبة للبريدك تيبل اللي عندنا الكروم جاي في المجموعة هنا وجينا اطلعنا بالنسبة لعدد الإلكترونات عندي هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة فهو فيه ستة وذا يجينا اطلعنا على البيريد 1 2 3 4 فبناعنا على هذا الترتيب بذكروا اللي هو هنا بيكون 3D لو جينا اطلعنا بالنسبة للتوزيع الإلكتروني للأوربيتر زينا 1S 2S 2B 3S 3B 3D وبعدين عنا هنا 4S 4B 4D 4F وهكذا فالآن إنا نيجي نشوف التوزيع فعندي هنا 1S بروح أول شي بعدين 2S بعدين 2B 3S بعدين بروح 3B مع 4S بعدين بيجي 3D ف3D بيجي قبله اللي هو 4S الآن لو جينا اطلعنا ومن الطبيعي يعني 4 معناته 4S فأيجي نتطلع بالنسبة لل بالنسبة للفالنس إلكترونز عندي الأرغون اللي هو قبل الكروم أو النوبل جاز اللي قبل الكروم اللي هو 18 والكروم 24 فمعناته الفالنس إلكترون بدي ما يكونوا 6 فبناء على التوزيع الطبيعي 2 إلكترون بيكون موجود في الأس وبيكون 4 إلكترون موجود في الـ لو جينا رسمنا التوزيع الإلكتروني في الساب أوربيتلز عندي الـ عندي هنا فيه 2 وفيه عندي هنا 4 عازاً حكينا إنه بيكونوا اللي هو بهاي الوضعية الآن نيجي نتطلع حكينا إلكترون من الحالات الخاصة والسبب إنه الإلكترون إذا ما حكينا ما بيفضلوا يكونوا نفسه بعض في نفس الساب أوربيتلز ففي مجال هنا للإلكترون إنه يأخذ حيز في D أوربيتل فهنا بيفضل الإلكترون بيفضل إنه يتوزع بهذا الشكل وهذا حكينا سابقاً فهنا كم اللي هو أنبيرد إلكترون يدي 1, 2, 3, 4, 5, 6 فهو فيه اللي هو 6 أنبيرد إلكترون و 6 أنبيرد إلكترون إبارة عن مش داي ميجنتيك كل واحد لوحده فهي إبارة عن بارا ميجنتيك فمعناته الإجابة A هي الإجابة الصحيحة هذا السؤال سهل وسريع ومعرفتي ب هو توزيع الإلكترون بالنسبة للجدول الدولي وجود الجدول الدولي أمامي بسهل عليه المهمة بكل بساطة عندي لأن أجد أن أطلعت بالنسبة للبريدكتابل هادي جروب 1A هادي جروب 2A 3A 4A هادي 5A الآن أنا بس أشوف 5A طالما هي A بشداخل الترانزيشن مثلا هنا الموضوع بسيط جدا معناتها أنه البالس إلكترون إبارة عن 5 إلكترونات أنا بس أطلع على هدول بعرف أنه الصحيح عندي اللي هو هذا ليش؟ لأنه مجموعة الإلكترونات 5 وكمان إذا بتذكر إحنا أخذنا هذا اللي هو S1 S2 عندنا P1 P2 P3 فعندنا هذا بدي يكون P3 فهذا هو الإجابة الصحيحة مباشرة من غير تفكير الإجابة رح تكون اللي هي D السؤال هذا بحكي Which orbital is the highest in energy إذا بتذكروا السبق شرحته اللي هو إنه كيف نكتب 1S 2S 2B 3S 3P 3D 4S 4B 4D 4F و5S إحنا موصول ناشينا لل5 فخلينا نجيو هنا بالنسبة للأربط رح يكون هذا ال1S بعدين 2S بعدين بالشكل 2P 3S بعدين 3P 4S بعدين 3D 4P 5S فالآن نجي بالنسبة لل3D لل3D هنا فالهيست الآن لحظة الآن عندي لل3D اللي هو دهيست 3S عندي 3S بيجي قبل ما هو عش دهيست عندي 2P قبل مش دهيست انتوا لاحظوا هنا 4S قبل اللي هو 3D فبناء عليها اللي هو 3D هو The Highest Energy شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة